وعن فشل جلسة البرلمان اليوم لتسمية رئيس الجمهورية وتدعية ذلك على المشهد في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مضفر الخميسي أهلا بك معنا أستاذ مضفر مساء الخير مساء الأنوار أستاذ مضفر يعني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع استطاع الثلث المعطل إفشال جلسة تسمية رئيس الجمهورية في العراق ماذا بعد؟ في البداية كل عام وأنتم بخير حضرتكم وقناتكم الكريمة والرحمة والخلود لشهدات ثورة تشرين المجيدة بصراحة هم هذا اللي صار اليوم واللي صار الأسبوع الماضي هم رح ينتظرون ماذا تملي عليهم إيران وإيران تنتظر ماذا سيحدث في فيينة وماذا سينتج عن غزو روسيا لأوكرانيا لذلك الكل سينتظر الإشارة من إيران حتى يتقدمون أو يتأخرون ويساعدهم بهذا وجود مواد دستوري يفصلوها مثل ما يريدون كانوا قبل يخوفون الناس بالفراغ الدستوري والتوقيتات الدستورية لما كان الأمر يصرف لهم الآن الأمر يصرف لهم أنه يقدرون يأجلون شوق ما يريدون ويمطون الانتخابات ويأجلوها ويقيمون الانتخابات وشغلات البرلمان كلها موجودة ويغطيها الدستور معلتهم هل سيتمكن برأيك الثلث المعطل بهذه الطريقة من إجبار التيار الصدري للعودة إلى تفاوض ثم إملاء شروط الإطار التنسيقي عليها أكاد أزعم أنهم متفقين على الأشياء الرئيسية كل بينهم ما وراء الستار متفقين على كل شيء بقى هذه التفاصيل الصغيرة واقتسام الكعكة بيناتهم من المتفقين تقصد؟ المتفقين أقصد الطرفين طرف الإطار وطرف التحالف الثلاثي هم متفقين على كل شيء يعني هذا اعتقادي شخصي أنهم متفقين على الخطوط الرئيسية فأحمر إلك أخضر إلي كلها متفقين عليها تبقى هذه التفاصيل الصغيرة تفاصيل جماعاتهم وأعوانهم والمناصب اللي بيناتهم هي هذه اللي تتعطي الشغلة شغلات حماياتهم وأعوانهم كان من الواضح أستاذ مضفر في الجلسة الماضية وفي هذه الجلسة أيضا أن المستقلين لربما كانوا هم رأس الحرب في تأجيل وتعطيل الجلسات كيف ترى حقيقة ما يسمى النائب المستقل في البرلمان الحالي؟ هل فعلا هو مستقل؟ يعني إحنا قلناها من البداية أكثرية الناس تعرف أنه لا وجود لمستقلين إلا القلدة القليلة هؤلاء جاءوا من رحم أحزاب موجودة بالبرلمان وموجودة بالحياة حيات عمليةهم السياسية وتلحفوا باسم ثورة تشرين وتسلقوا على دماء شهداء تشرين ودخلوا للبرلمان من أجل عطاء صبغة شرعية على أساس أنهم موجودين هم وانفضحوا بأول امتحان لهم امتحان الانتخاب الحلبوسي والفضيحة من اليوم السبت اللي راحوا ناموا بالمستشفيات وتمارضوا يعني لا وجود لمستقلين إلا القل القليلة هؤلاء هم من الأحزاب الأخرى يعني يأخذون إشاراتهم ويأخذون تصرفاتهم يعني المعركة التي من المفترض أن تكون سياسية برأيك هل ستلجم بنادق الميليشيات في النهاية؟ أعتقد أن الميليشيات يعني راح تبقى كل طرف عنده ميليشيات مسلحة لأنه كل طرف يعرف أنه وجوده وبقاءه بوجود ميليشياته المسلحة ميليشيات موجودة لوجود هؤلاء بالسلطة أي واحد منهم راح يتخلى عن ميليشياته راح يكون هو كبش الفداء للبقية أنه يكون هو راح يختفي من العملية السياسية راح يكون ما موجود بالعملية السياسية إذا ما كانت عنده قوة مسلحة تحميل نعم إذن كنت ضيفا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مضفر الخميسي شكرا جزيلا لك